يمكن فيه كلام كتير عن هذه المباراة يمكن ما بعد المباراة أو ما بعد فوزي الأهلي بكاس السوبر كلنا شفنا الأهلي شفنا الدخلات تاعت المشجعين أو الألترس بشكل قوي جدا ودخلات قوية جدا جدا فيها شغل فيها شغل كبير جدا واضح أنهم عملوا شغل قوي جدا وأثناء المباراة ولكن ما بعد المباراة هي الأحداث المؤسفة جدا 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 اللي حصل في استاد القاهرة الدولي وده يمكن أهيدا فيديوهات النهاردو صباحا على فكرة الفيديوهات دي بتبين مدى التلافيات التي حدثت في استاد القاهرة بعد المباراة الكلام ده النهاردو الصبح رحنا غطينا لاستاد نشوف تلافيات الحمامات متكسرة الكراسي زي ما تشايفين فيها مهير لو مش هنقول كله لأن مش كل الجمهور ألترس إيه النظرية أنت تقعد ترمي كل ده كل ده ليه يعني أنا معرفش إيه كل ده وكل القلق ده كل اللي حصل بعد المباراة بوز فرحة المباراة وبوز شكل المباراة وبوز طبعا أن حضور جماهير للملاعب بعد كده اللي عاملين نقولنا يا جماعة دخلوا الجماهير وهم يقولوا الكرة من غير جماهير مش عارف إيه والجماهير المدرج من غير جماهير الحاجات اللي هي الدرجة دي ولكن أنت بتروح تعمل إيه طيب يعني أنت رايحت دوقتي عايز تدخل جماهير والناس اللي هادي الأهلي قاعد يحارب عشان ينجدخل تلاتين ألف بعد هذا المنظر هل أنتوا شايفين أن ممكن الناس تخش أو حد يدافع حتى أن حد يخش الجماهير دي حاجة تاني حاجة لتاني مرة جمهوري الأهلي أو بعض جماهير الأهلي تعمل مشاكل مع الدخلية وعندها الأخرى تعاقب بسبب هذا الجمهور مع احترامي الشديد ما الجمهور الزمالك أو ما الجمهور الإسماعيلي أو ما لأي جمهور ما عملش أي مشاكل أنه هو يتعاقب يعني اللي يتعاقب هو اللي عمل يا دي جمهور الأهلي الناس داخلة منتهى الاحترام ومنتهى التقدير وناس فرحانة رايحة تنبسط يعني أنا فاكر وأنا بروح وأنا صغير وأما حتى وأنا بلعب كرة في الناشئين كنت بروح المطشاط دي مستمتع عايز أتفرج عماتش وأنا بستمتع بالمباراة المستمتع أن في رئيتي هتكسب أعتقد ده هو حال الناس داخلة اللي جايب معها كياس فيها أكل ولا شرب ولا حاجة عشان راجل قاعد يوم لذيذ مفروض الداخلة يعني من أروع ما يكون اللي عملوها حاجة محتاجة طبعا جهد وتعاون وفلوس وحاجة كليا جدا الناس عملتها بيرفكت طيب كسبت وانبسطت وخلصت إيه الداعي أنا مش عارف والله يعني أنا نفسي أفهم سؤالها حتى لو مش عارف مين أحب يشيل بانر فرح رد كان بهذا العنف ما ممكن التواصل يعني ممكن يا جماعة ما تشيلوش إحنا هنشيل ونروح ولكن يعني العملية كوره الشديد ما بين الألتراس وبين الداخلية مش ممكن هيبقى كل مرة هذا الحل مش ممكن هيبقى كل مرة هو الضرب وإن إحنا نتراشق بالطوب وبالكراسي ويبقى المشكلة إن الرياضة هي اللي بتدفع التمن والجماهير اللي بتدفع التمن وإن دير اللي بتدفع التمن دي حق أنا ما عنديش حق إنت عندك فيه مصلحة بلد يا أخي يعني إنت لو حد نرفزك حط مصلحة النادي بتاعك قبليك حط مصلحة بلدك قبليك ما تحطش إنت بس إن إنت تنرفزت يعني يا أم البلد بقى على أم الملعب على مش فرق معايا مهم إن أنا أخد حقي دلوقتي ما حدش يبص لمصلحة حدي كل واحد عايز مصلحته كل واحد شايف إن هو مثلا غلط فأنا لازم أخد حقي بإيدي ما فيش إعلاء لقلم القانون خالص عندنا بالأسف شديد في الملاعب الناس دي لو راحت أي مطش بورة بتحترم القانون وبتحترم كل الناس مصيرين بالذات يعني عمتا في أي مكان في العالم بيحترموا القوانين ولكن يقعوا عندنا إحنا المصيرين نفسهم لما يخشوا جوة بلدهم بعض الناس ما بتحترمش قوانين ولا بتحترم ناس ولا بتحترم زباط ولا بتحترم أي حاجة فأنا مش فاهم يعني مش فاهم وجهة النظر أتمنى إن القطس يمكن طلعوا بيان إلا صمحنا شتمنا حبيب العدلي فبعض الناس ما عجبهمش يعني أنا ما عرفش طيب أنت واحد تفرج على ماتش قورة بتحترم حبيب العدلي ليه بغض النظر بقى يعني هذا البني آدم إن كان في السجن أو خارج السجن أو يعني عمل لك مشكلة قبل كده خلاص أنت بقى لك ثلاث سنين وخلصنا من حبيب العدلي وخلصنا من هذا النظام مثلا وبقى أنا في نظام تاني إيه للوقت يدخل حبيب العدلي في الموضوع أنت واجد كاسب ماتش طب أنت ليه بتستفز مثلا الناس أو حتى لو ما بتستفزش ليه تشتب بني آدم مش موجود فيعني أنا أتمنى الناس يعني وأكيد يعني أنا مش بكلم على كل الجماهير لأن في جماهير كتيرة يعني أنا لعبت الضبط بنادي آهلي على خمسين ماتش وكان الناس بتشجع الأهلي بيتموت نفسها في الأهلي وعمرهم ما كانوا بيرموا حاجة على حد أو حتى على منافس أو حتى على يعني يعني فيش عنف في التشجيع كنا بين الزمالك والأهلي يعني مش العنف لدرجة إن نحنا نقعد كل مباراة في هذا الشكل المقيد بصراحة ويعني أكيد كل الوكالات الإخبارية خدت هذه المباراة يعني يمكن خدت ما بعد المباراة أكتر من نتيجة المباراة أو أكتر من نتيجة يعني تلاتة اتنين وفوز النادي الأهلي وسادس بطولة أفريقية سوبر وإن هو بأدلات يمكن أكتر فيه على مستوى العالم حصولا على التتوجيات القرية ما حدش أخذ باله من الكلام ده كله كله بيكلم عن إنشغب وعن الضرب وعن اللي حصل في صلاح سالم وعن مش عارف إيه بغض النظر يعني أنا الناس دي راح تنبسته وزي الفل إيه يعني ليه أبوز اليوم ليه أبوز اليوم أنا مش فهم ولكن يعني يعني مش عارف يعني أنا ما عنديش تفسير ولكن لأنا بقوله لده الداخلية بصراحة يعني كان الله في عنكه ولكن لا تأخذوا زنب الجماهير كلها بجمهور بعض الجماهير العامة للمشكلة دي يا جماعة الجمهور الجماهير فيه بتولها المطش اللي فيها تربعة وستين والناس قعدت والتزمت وما رمتش كباية في الملعب حرام تتظلم حرام تقوله لا جمهور كله ما يخشش عاقب اللي بيغلط عشان بعد كي يحس ان هو غلط لان انت لو بتعاقب كله هيقولك خلاص كله مش فرق معايا لكن لما تلاقي هو المعاقب والدين بيروح المطشاط ومنتزمين انت بتحيي كده اسس ان الكويس المحترم اللي بيحترم نفسه وبيحترم الاخرين يشتغل ويتفرج ويستمتع لكن تحرم فرق تانية بجمهور تاني بإدارة تانية ممكن تتأثر ماليا او ماديا بملاعب يعني النهاردة مثلا الاهلي والزمالك ما بلعبوا في استاد القاهرة هيلعبوا فين الاستاد القاهرة خلاص قفل لو بعد المطش بتاعي المرحلة قفل وقالك لما يش دعوا بالمطشاط دي تاني الدفاع الجوي وكلها الحربية مش واخدين مطشاط اللي في اسكندرية بعد برضو مطش الاهلي اللي حصل فيه المشاكل مش هناخد مطشاط طيب هيلعب فين يعني دلوقتي كله الزمالك هيلعب في المطش الجاي كان عنده مشكلة مش هيلعب فين هيلعبوا في المقاولين العرب ان شاء الله طيب الزمالك هيلعب في المقاولين الاهلي ممكن يلعب في المقاولين المقاولين بيلعب في المقاولين طيب لما يجي مصلا المطش مع بعض المقاولين بيلعب في مجموعة الاهلي مثلا هيلعبوا ازاي لو الاتنين في ملعبوا واحد يعني يا جماعة بصوا شوية للمصلحة ده مش ممكن مطش كورة وكاسب وكاسب ثلاثة واخد بطولة طب ليه كل عنف وكل الدموية اللي موجودة دي والغل في الرمي عندنا معرفش صورة شفتوها بتاعت العسكري اللي عمال يضرب في الشارع ده يعني أنا معرفش هو بيضربوا ليه بالغل ده يعني الصورة دي مؤثرة جدا وده عسكري في الآخر يعني بتضربوا وتتلم عليه أربع خمسة يضربوا بالغل الشديد ولو كان حصل العكس وكان زباطه ما بيضربوا الولد ده كنا قولنا نفس الكلام ولكن لو كان طبعا العكس كان مسكت بقى الناس مسكت داخلية وبلطغية والكلام الكبير ده ولكن حاليا لما تشوفوا منظر دي ولكن احنا كنا بنرد أو كنا مش عارف ايه معانا خمسة على واحد وتعبان ووقفوا وقفوا على الأرض وبيضربوا على رأسه يعني معنا الصورة دي ولا معناش طيب يعني أنا مش عايز أتكلم كثير بسواحة لأننا ما بحبش أتكلم في المواضيع دي بحب أتكلم في رياضة وفي الكورة بس للأسف يعني الناس بتخدنا لمنحنة آخر وبعيد جدا عن الرياضة على فكرة والألترس في كل العالم فيه ألترس في كل العالم ويعني إيطاليا بلد الألترس ما بيعملوش اللي بنشوفه ده وفيه احترام ولما يقولوا لهم انتم مش هتقعدوا النهار ده في الملعب ما بيقعدوش في الملعب ما شفنا مع اليوفانتس عملها السنة دي اللي هو يعني إيطاليا اللي هي الألترس بلد الألترس ويمكن تعلموا المصين من هناك في ميلان وبالذات لما بيقولوا لهم انتم مش هتخدشوا بانرس النهار ده يقول لهم حاضر مش هنخدش بانرس وبتوقع يقلل الميلان وبالكده راح الانتر مساعد الميلان وقال لهم احنا كم مش هندخل بانرس لأن احنا متضبنين معاكم معا نويا لكن ما تضبنوش معاهم ان هم يضربوا البوليس أو يضربوا الشرطة عشان مش عايزين دخلوا بانرس فيعني هي دي الأقلية بيحطوا في ريتهم قدامهم بيحطوا العقوبات قدامهم طيب خلينا راح نشوف تقرير يمكن عملناه مع جنود الامن المركزي امبارح او اول امبارح نشوف قالوا ايه الناس دي يعني غلابة وجايين يعودوا سنة او سنتين او ثلاثة اللي هي تجنيد لا ليهم هم في اهلي ولا في زمالك ولا في كورة اساسا هو عايز رجل يقضي التجديد ويمشي ولكن للأسف بيتحطوا في مواقف ويهي ناس توقع تضرب فيهم بغل للأسفلش خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا موسيقى موسيقى الفي سلام عليك حكيتنا اين اللي حاصر الله اسلمك يا مشا بس حضرتك الماضي شعدة بالسلام ونحن وقفين في الخدمة بتاعتنا زي ما انت شايف والجينا فجأة مرة أحد أدينها تجلبت علينا وإحنا وقفونا في الخدمة بتاعتنا يجوا مضربونا وما تأفش ليه من بعد المطش ما خلص على طوب انت وقف قولي كده وقف من الساعة كم من الصبح يعني مع الساعة 11 كده كنا قد طريق هقولي يعني حزب الله ونعم الوكيل وهم يعني الناس الواقفة الناس الواقفة ده عم تموت عشان خطرهم وحضرتك زي ما انت شايف قد آخرت الليه يعني وقفونا في الخدمة بتاعتنا وشوف يعني عمل في نيه ورأي اللي يموت منه ده اوه قولي كده ايه اللي حصل طلعنا وزمائلي بس طلقتهم وتلموا علينا وانا وزمائلي وطلعين بس طلقتهم وتلموا علينا وضربوني ما قدرتش هجري بس كده بس كده طيب انت واف من الساعة كم من الصبح بس 11 تقولوهم ايه كلمة اللي تقولوهن حسبين الله نعمل وقيل فيه طيب ده طبعا بعض المجنديين الناس غريبة جدا من الساعة 11 الصبح وماتش كان سبعة بالليل يعني حوالي 8 ساعات قاعد على رجلو غير الساعتين الماتش او ساعة 3 ساعات بقى الماتش وفي الاخر بيتضرب انا نفسي بقى الناس اكيد كل الناس عندها يعني رحمة وقلب واكيد حتى الالترش نفسهم لما يشوفوا منظر ده اكيد هيقولك احنا بنرفض ونشجب واتمنى ان هما يقولوا الكلام ده ما يبقاش الدفاع لمغارد الدفاع واتمنى الناس فيهم ناس كتير ناس رشيدة وناس محترمة يطلعوا يقولوا احنا بنشجب هذا المنظر لان ده مش منظر ناس طبيعية اه شايف واحد يعني نايم قدامهم يقعدوا يشدوا فيه ويدربوا بهذا الشكل العنيف الناس دي اكيد فيها ناس محترمة اكيد وانا عارف في كل حاجة فيها ناس كويسة مش كل الناس وحشة مش دولة بس اللي هما الالترشان برضو ما نقولش نعمم طلعوا بيان استنكروا في الكلام ده لان ده حاجة بصراحة شكلها وحش جدا 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 وتمسوكوا بشكل كبير انتو عندكم صورة ان انتو عمركم ما هاجمتو حد غير لا ان انتو دايما مع الحق ودايما مع ربنا ومش عارف ايه اتمنى ان انتو تشجوب نفسوكوا هذا المنظر لان ده ميرضيش بني ادم ميرضيش حد ان واحد بغض النظر ده حتى عسكري او مش حد واحد اساسا تشكله خلاص ما عندوش خدر على رد الفعل انت عمل تضرب فيه على دماغه بالشكل العنيف ده اه يعني مش عادي ما عرفش يعني الموضوع مستفز خلاص يا جماعة عشان ما نستفزش الناس ولكن اشتركوا في القناة